اشتركوا في القناة في اليوم الأدوات كثيرة جدا لكن صراحة نحتاج إلى أن ننشر هذا القرآن ليس فقط القراءة ربما نحتاج أيضا العلماء وأهل العلم الذين يتحدثون عن تفسير هذه الآيات تفسير القرآن أحد مكاتب الدعوة بالجنوب كان عنده قناة القناة فقط يبث فيها تفسير آيات الله في عدد من اللغات اللغة البنجالية الفلبينية عدد المشاهدات بالآلاف وأنا مؤمن أن الألاف هذه ليست من السعودية وليست من الدول العربية إنما من بلدان ربما في جزر لا نعرف اسمها ومع ذلك يسمعون تفسير كتاب الله جل وعلا في ذلك إجابة للسؤال فعلا اليوم التقنية يسرت لنا وصول كبير ترجمة نانسي قنقر